طبعا في خلط عند كثير من الناس للأسف حتى عند المرضى أنفسهم كلمة ماء أزرق أو يسمى سابقا السوارق أو سارق النظر أو كان يسمى حتى الماء الأسود أو ارتفاع ضغط العين أو الجلوكومة كلها هذه مسميات عبارة عن كتعريف عبارة عن ارتفاع ضغط العين طبعا العين فيها ضغط الجسم له ضغط مختلف طبعا عن ضغط العين نتكلم عن الضغط الطبيعي تقريبا من 9 أو عفوا من 10 أو 11 إلى 21 هذا يعتبر الشيء الطبيعي الضغط هذا إذا ارتفع يسمى بالماء الأزرق يؤثر على العصب البصري يسبب ما يسمى بتكاهو في العصب البصري ويؤثر على مجال الرؤية أو ميدان البصر إذن الماء الأزرق هو عبارة عن ارتفاع في ضغط العين في المقابل الماء الأبيض عبارة عن عتمة في عدسة العين فرق بينهم أيهما أخطر دكتور؟ طبعا كخطورة الماء الأبيض بعد إزالة العدسة المصابة بالماء الأبيض يرجع نظر المصاب يرجع نظر الشخص ممكن يشوف 6 على 6 ممكن يصل إلى لحظة ما يرى إلا النور بسبب الماء الأبيض بعد إزالته يرجع النظر 6 على 6 الأخطر طبعا كلام عام مجمل الماء الأزرق لأنه يؤثر على عصب العين وكما تعلم أخي الحبيب دكتور عبد الله أنه أي خلية عصبية تفقد لا تعوض العصب البصري ما يفقد منه أي جزء يفقد من العصب لا يعوض إذن كلام عام أو كلام بمجمله نقول أنه الماء الأزرق أخطر من الماء الأبيض وممكن الماء الأبيض المتقدم يتسبب في الماء الأزرق ممكن يرفع ضغط العين